في إطار سلسلة ندوات منظمة من طرف مؤسسة المدى احتضنت فيلا الفنون بالداري البيضاء ندوة حول موضوع الثقافة والفكر الصوفي في مواجهة تحديات الزمن الراهن نحو بروز إنسانية روحية محاضرة شكلت فرصة لتدارس سبل توجيه المجتمع المدني والمثقفين والجامعة حول المحاور الرئيسية المتعلقة بالإنسان ومستقبله لأي مدى يمكن للقيم الروحية أن تحافظ على الإنسانية في ظل الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم فضلا عن سبل تسخيرها لخدمة الإنسانية نحن بسداد مسلسل من المحاضرات المتخصصة في التقافة الصوفية ولسيما هذه التقافة وتجلياتها بالنسبة للوقت الحاضر والمعاصر هذا الوقت الذي نذهب فيه من حيث لا نشعر نحو حضارة جديدة وهي ما تسمى حضارة ما بعد الإنسانية أو الترانزيمانيزم فكيف يمكن أن تلعب هذه القيم الروحية الضورها في الحفاظ على الإنسانية وعلى ما هو أتمن في الإنسانية وهو الجانب الروحي في اتجاه وفي مقابل ما يحدث الآن مع التكنولوجيات للتواصل ليس لأن نخلق واحد تضاد بل تصخير هذه التكنولوجيا من أجل تنمية شمولية في نفس الوقت مادية وروحية للإنسانية المتجددة